بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس السابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يرجعون فيه إليه ليجازيهم بأعمالهم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد نواصل الحديث في موضوع العقيدة ونتناول أصلا من أصولها وهو الإيمان بالبعث والنشور فالإيمان بالبعث مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام عليه الدليل ورد على منكريه في آيات كثيرة من القرآن العظيم وقد أخبرت عنه جميع الأنبياء أممها وطالبت المنكرين بالإيمان به ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة متقاربين بيّن تفصيل الآخرة تفصيلا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام وقد أخبر الله من حين أهبط آدم عليه السلام أخبر عن القيامة فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين وقال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولما قال إبليس اللعين رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ونوح عليه السلام قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وموسى عليه السلام قال الله له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وقال موسى في دعاءه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قد أخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم أنذرتهم هذا اليوم كما في قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه قد أخبر الله تعالى أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور النفخة الثالثة قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال السفاريني وفي تفسير الثعلب عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر مرفوعا إن الله يرسل مطرا على الأرض فينزل عليها أربعين يوما حتى يكون فوقهم إثني عشر ذراعا فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل فإذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى ليحيا حملة العرش ليحيا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول الله تعالى وعزتي وجلالي أترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل الأرواح من الخياشيم ثم تمشي مشي السم في اللذيغ ثم تنشق الأرض عنهم سراعا فأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم تنسلون وأخرج الشيخان من حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة وفي رواية لمسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا منه يركب الخلق يوم القيامة قالوا أي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب قال العلماء وعجب الذنب هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب قد جاء في الحديث أنه مثل حبة الخردل منها ينبت جسم الإنسان قد استبعد المشركون إعادة الناس في حياة أخرى بعد الموت فأنكروا البعث والنشور فأمر الله نبيه أن يقسم به على وقوعه وأنه كائن لا محالة قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قال تعالى ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأخبر عن اقتراب ذلك فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وذم المكذبين بالبعث فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وقال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا فرد الله عليهم بقوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قال شارح الطحاوية على هذه الآيات الكريمة فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقنا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء قيل فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا قال وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقتر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا فنيت أجسامنا واستحالت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به تعلل المنقطع وهو قولهم متاه فأجابهم بقوله قل عسى أن يكون قريبا هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين